هاي معكم سحر ابو السعود من شركة ايفون النهاردة معي مفاجأة وهي ابليكيشن جديد ايفون عملاء اللي هو ايفون جرو ايفون جرو الابليكيشن ده خاص بالعضويات يعني ايه يعني انا لو عايز اعمل عضوية جديدة او اسجل حد جديد تعيين جديد انا باستخدم الابليكيشن ده ادون هاف بقى تجو تو ده اللي هو الكاسم السيرفز اروح للكدمة العملاء واقول لهم ابعت ايميل او استنى الايميل لما يجيلي لأ ده بسهولة جدا اقدروا في خطوة واحدة حتى لو عضوة قدامي اعمل لها التعيين ويجيلي الكود هنعمل ايه في الاول طبعا احنا في الاول هنروح على جوجل ستور وهننزل الابليكيشن يولي هو ايفون جرو بالنسبة لي انا طبعا منزلها فهنا هيبان عندي اوبن بالنسبة لكم هيكون انستول بتدوسوا عليها عشان ينزل فانا ايول اوبن كده هيبتدي في الاول انه هكتب لي رقم حساب بتاعي اوكي فانا حكت برقم الحساب كلمة السر تسجيل دخول انا طبعا ممكن احط اي رمز او اي رقم يعني عشان رمز دخول فانا بختار مسلا وباكد عليه اوكي كده استمر عايز ان تحطوا البصمة بتاعتكم ممكن بصمة الاصبع مش عايزين بلاش كده تمام استمر انا كده خلاص دخلت صفحتي انا طبعا حتى صورتي اريدي لانه كده دخلت وعملت تعديلات حواريها لكم ازاي اه صفحتي هي دي المشاركة الصفحة الخاصة بك هي دي المكان الممكن تروحي عشان تعملي التعديل على صفحتك وتحطي اي معلومات او تحط اي معلومات خاصة بك بحندوس تعديل كده فوق اقدر هنا اغير احط صورتي عشان ما حد ييجي يتواصل معي يعرف هو بيكلم مين هحط اسمي بياناتي كلها تليفوني الايميل بتاعي لو عندي اي صفحة عندي على الفيسبوك لو عندي انستجرام لو عندي يوتيوب ممكن اضفهم وبعد كده حكتب مقدمة بسيطة وشوية او نبزة عن قصة نجاحي او نبزة عن الشركة وتفر انتو حايز حابين تشدوا انتباه العضاء او الناس اللي دخل عندكم بايه نبزة بسيطة بس تبين هما هيشتركوا في ايه ونقول طبعا الموضوع ده مجانا تماما اوكي فده حاجة حلوة جدا انهم يقدروا يفهموا هما حين يعملوا ايه طب انا هستفيد ايه حاجة بسيطة تديك بس هنت بسيط او لمحة بسيطة خلاص احنا كده انا خلاص كتبت كله وعديته حطت صورتي اوكي بعمل سيف وبعمل عرج هو ما جاب ليش سيف طبعا لان انا كده ارادم سيفة فعملت عرض خلاص كده انا تمام ابيا ما اعمل مشاركة واحط اللينك بتاعي في حتة سواء على الفيسبوك او على ايه حتة هوليكو بس ازاي تعملوا تستخدموا الابليكيشن عشان تعملوا تعيين هروح زي ما نشوفنا كده على المينيو وابدأ ادوس ابدأ التعيين هيجي لنا هي الشهادة القانونية دي طبعا ده المفروض احنا موفقين عليها لان ده شهادة من يعني من الشركة فكلام كله طبعا قانوني قبول هبتدي بقى انا اكتب العضو الجديد ده مين اسمه البريد الكتروني بتاعه دي حاجة مهمة جدا لازم يكون عنده جيميل لانه في الجيميل ده احنا بعدين هيحصل ايه حيتبعد ده عندي وعند العضو المحتاج التعيين يعني كمان هوريكو ده الوقتي ازاي العضو ده هيخش هو نفسه من اللينك ويكتب بيانات تعيينه فحيجي لي انا ايميل وهيجي له هو ايميل هو هيقول يعني هو هيوافق على انه عايز تعيين وانا كمان هقول اوكي انا بعينه لو انا مرددش على الايميل ده او هو ما قاليش اوكي اكسبت حيتلغي يعني هتروح عضوية لحد تانية مش هتتعمل عضوية فده من خدوا بالكم من الوقت اللي هو ده من عملوا ايه فالو على الايميل بتاعكم علشان تشوفوا مين طلب عضوية علشان خاطر ما يروحش منكم حديف طبعا هو الهاتف الصوري بتاعه والتاريخ الميلاد وكي وكل الحاجات دي احنا مش محتاجين بصورة البطاقة ده حيسهلنا حاجات كتير جدا اه ووقت كتير جدا محتاجين اهم حاجة لبريد الكترية زي ما انا قلت حنخلص كل ده ونعمل استمر انا كده خلاص اه 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 زبط اله او هو مثلا لو دخل نفس الموضوع زبط حكاية اه طلب التعيين تمام نرجع تاني كده ونوريكم حاجة تانية هروح على مشاركة الصفحة الخاصة بك ازاي انا ابعت اللينك ده للناس عشان يوصلوا لي واقدر اعمل تعيينات كتيرة طبعا من خلال برضو الابليكيشن ده انا هروح على كلمة شارك كده فوق لو شايفينها هيقول لي عن طريق ايه اقول له مسلا اه واتساب اوكي انا كده ابعته اهو بحيث ان انا اللينك ده اممكن احطه في الواتساب احطه على الفاسبوك احطه في بعد كده الناس هتدوس عليه ثرو البراوزر هيفتح لهم صفحتي ادي ده انا الصورة انا اللي حطها اسمين موجود والكلام اللي انا قلته مع ايفون انت ملكة جمال اقرأ المزيد تحت هنا هتشوفوا فيه كتبة نبزة بسيطة كده عن الشركة ده كلام انت تكتبيه كل واحدة ايا يعني اه تساب توهير شوف مين هتكتبوا ايه بطريقتكم تغيروا تشدوا الناس ليكم انا دلوقت مسلا دخلت على اللينك فعايزة اسجل عضويتي في الاول وردكم ازاي انا ابدأ تعيين انا اللي هسجلها دلوقتي هي لو دخلت على اللينك هتسجل هتدوس على انضم لفريق اليوم انا حتى دي عشان الناس تدوس عليها عشان تخش عندي نفس الموضوع هيجيب لها برضو البيانات او هيجيب له برضو البيانات هيكتب كل ده ويعمل استمر بالتالي زي ما انا قلت تاني هيتبعت لها ايميل وايليا ايميل يتم الموافقة يتبعت الكود في نفس الوقت طريقة سهلة جدا جدا وحلوة قوي وبتسهل لنا حاجات كتير ووقت كتير فتانكيو ايفون دايما للامام كده ويجو ثرو المينيو دي حتلاقوا حاجات كتير فيها صفحتي الشخصية ملف الشخص اللي انا جبته دلوقتي عشان نشوف لو عايزي نتعديل اغير فيه مثلا انا عايزة اغير صورتي اغير تليفوني تغير فانا هزبر تليفوني تاني وهكده طبعا احنا في الاول هنختار اللي هي البلد ايجيبت بنختار كل لغة عربية او انجليزية زي ما انتو حابين هيبانى عندكو الحملة اللي انتو فيها دي هي حملة ايه هنا مسلا حملة 12 فضلنا 16 يوم بتخلص كل المعلومات دي موجودة في المينيو اللي هي من خلال تجيبوها من الثلاث شرط لفوق انا كده خلصت خلاص ممكن اغلق الابليكيشن هروح لصفحتي على هي المين بيج سهل جدا حلوة قوي هتسهلكو وقت وتسهلكو يعني الطريقة دي احسن من الطريقة الاولانية لتوفير الوقت وتوفير المجهود وكمان فيها كده مصداقية ان الواحدة داخلها هي عرفة بتكلم مين مش بس بتبعت للشركة ما تعرفش حتى الاضوة دي شكلها ايه او ايه معلوماتها انا قادر اتصل بيها ازاي طب هل الشركة بتعرفها اقدر اتسأل الشركة عنها كل المعلومات موجودة هنا انا لو في ايفنت وفي قدامي واحدة وعايزة دلوقت اللي هي زي ما قلنا العضوية دلوقت اساعدها ان تعمل جيميل او لو ما عندهاش اعمل لها زي ما انا قلت معاها كده تعمل جيميل وتكتب البيانات وتوصل لها الكود في نفس الوقت اتمنى يكون الشرح سهل جدا عليكم وتقدروا تستخدم الابليكيشن ده ومرة تانية ايفون الامام ودايما في تطوير وتطور وشوفكم على خير ان شاء الله مرة تانية وكانت معكم سحر وبي باي